أشهد أن لا إله إبنى الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد والحمد لله أعزه من أول أستاذه بسيرة بيقفين أردل أخ محمد صلى الله عليه وسلم 친ش scooter may Allah accept peace in sha'Allah on scale of Allah people peace and may Allah grant us sincere obedience to him subhanahu wa ta'ala and fear not to him and accept peace from us all Ameen So.. last time we were studying Fathh Mekka or the conquests of Mecca وهو حدث في الثالثة في الهجرة و الحمد لله نفعل ذلك في تلك و نحن نعلم بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعل كل دولارات مكة و لم يقرأهم و يقولهم كيف يقوله يوصف يقرأه لا تسعيب عليكم اليوم اليوم لا يوجد مرضاً و يقولهم إذهبوا فأنتم أبتلقاء تتغطين من كل من تلك أشياء و كل من تلك أشياء حتى من تلك أشياء لكنه يدعى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بحضر الحياة من الأسفل من الأسفل من المقابلين من المقابلين من المكه الذين كانوا كثيرون في أميتيهم و كثيرون في أميتيهم بين البيت صلى الله عليه وسلم و المفهولين و هؤلاء كانوا عبد العزة بن خطر عبد الله بن سعد بن أبي صح عكرمان بن أبي جه الحارث بن مفيد بن وهد ميكيس بن صبابة هبار بن الأسود و ثلاثة عزيزة أبن خطر و مفيدة يسمى صار و هذه كانت مفيدة حاطب بن أبي بلتع و أحضرها أحضرها لتتكلم عن المفيدة و المفيدة المسلمين من مدينة إلى مركة و لذلك هذه المفيدة كانت مفيدة أيضا كانت مفيدة كانت مفيدة من المفيدة و أحضرها و الان و الحمد حضرها بلتعار و السفر و في بعض المفيدة من المفيدة و و أيضًا و بعد ذلك المفيدة و أحضرها و فهناً كانت قائمة، وهذا يظهر المملكة والمملكة 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 التي تظهر محمد صلى الله عليه وسلم لأن هذه الناس يعتقدون أنهم كثيراً 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 لنرى ما حدث لكل أحد ذلك So we start with Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sahih So this one was very severe in his enmity against Islam and Muslims and the shilling of his blood was declared no food by the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم but Sayyidina Aughnal ibn Affan came to the Prophet صلى الله عليه وسلم ومع رأيه محمد صلى الله عليه وسلم ان يأخذ العمل التي يعطيه عبدالله بن سعد بن أبي صحيح ودفت محمد صلى الله عليه وسلم دخلت هذا وتقدم العمل اللفتالي بـ الطمية الذي يعطيه سيدنا أخمان بن أبنه بن عفمان وذلك صحيح. ويجب أن يصبح الوحيد. ويصبح الوحيد. ويصبح الوحيد محمد صلى الله عليه وسلم. لذا كان سيدنا عخمال بن عفان تعلم أن البيض لم يجعله على إستقراره وليس لم يجعله هذا من البيض محمد صلى الله عليه وسلم لكن كل المساعدين البيض محبوا أن البيض كانت كثيرا يتبع الهمية ليس بهذا البيض محلما لكن البيض محمد كان يأخذ حق الأماء والمسلمين من يكمل بعده وليس لمحة الأماء كان محمات والعمل كان يجعله على حق الأماء فلما الل template سلح فعل Something that should try to keep the Muslims protected and keep their power and also deter all other enemies of Muslims thinking to attack them again to restrain others from thinking that Muslims are very weak وهم فقط يساعدون كلهم لأنهم لا يستطيع أن يساعدون أي شخص ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالطبع جميعاً لتساعدة أن يساعدون كلهم ثم قال سيدنا وكرمنا ابن أبي جهل هذا كان بالطبع أبو جهل وكان كبيراً جداً وكذلك يمكنني أن أقوله في حياته أبو جهل وكان يساعدون أي أبو جهل ولكن عندما كان يساعدون أن يساعدون أبو جهل أبو جهل وكان يساعدون إلى يمين لذلك هي أبو أم حكيم وكانت إلى محمد صلى الله عليه وسلم وكانت مسلم في ذلك وكانت لم يكن مسلم لذلك كانت إلى محمد صلى الله عليه وسلم ح Rashid حتى ذلك كانت محمد صلى الله عليه وسلم وقالت محمد صلى الله عليه وسلم لإعطاء المساعدة التي كانت أعطيها لها أسفل كلمة ابن أليجاه لذلك محمد صلى الله عليه وسلم لإعطاء المساعدة لها أسفل كلمة ابن أليجاه لأن المساعدة أعطيها عندما قلت إسلام هذا يريد أن نعلم أنه هناك أعطيها أولا أنها كانت مفيدة لها سيئة إذا كانت أعطيها الإسلام وفي ذلك كانت أعطيها لم يكن أعطيها لم يكن أعطيها أعطيها لكنها كانت مفيدة لها وقد أفعلها الأفضل لتعطيها لإسلام لأنها أردت أن إذا كانت أعطيها سيئة إعطاءها وقالتها سيئة 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 لتأتي إلى المساعدة وقالتها 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 إذا كانت أعطيها وأخيرا فإنها ما حدثت في الحقيقة لذلك لذلك كانت أذهب إلى المساعدة لتأكيد كذلك بالطبع أنه لم يكن هناك أسابة أو أسبب لذلك كانت أحطيها لتحرك إلى المساعدة إلى المساعدة إلى المساعدة إلى المساعدة لتأكيد وقالتها البيت محمد صلى الله عليه وسلم وقالتها وقالتها لتأكيد التي أعطيها لكم وقالتها وقالتها في الأول أتبعه إلى المساعدة إلى مكة لأنه لا يحتاج إلى المساعدة إلى المساعدة إلى يمن وأنه كنت أصدقاء في مكان أخرى 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 وقالتها لقد أتمنت أتمنت لكنها لقد أتمنت أنه محمد وقالتها لم يتغرق وقالتها وقالتها لأنه لا يوجد فقط لقد أخبره إلى مكة لذلك وقت عودة إلى مكة وقالتها بعد أن كيف المحمد كان جدًا على مكة وعلى هذا المستدرسة الجيدة. والكثير من المسلمين كما جميعهم وعلى بالطبع المسلمين، ولكن لا يدعنيهم، لكنه استخدام الإسلام فأسلام وحصنا إسلاماً أسلام وحصنا إسلاماً أحصاباً إسلاماً والذي أصبح جيداً مسلماً ومعاً جيداً ومعاً جيداً مسلم وكان يحدث إبنها الإجابة وبالتالي تعلم أن الشرطة المحمد صلى الله عليه وسلم قلت بأن الشرطة من أكريمه كان لذلك لأن أكريم بن أبي جانب أبو شخيان قال كل مكة أنه أيضًا يذهب إلى المنزل ثم يستطيع المسلمين لا سيكون لهم أو أي شيء امن والأبي جاءً ما يجبني ثم يحزن محمد له والأبي جاءً ما يجب المسجد الهرام كل كل هاتفة ما فهم لقد قد ربطة ما فيها قبل، إذا سحزمونه لقد عملو هذا المسجد ومن المنورات من أجل المنواطنين الذين يمتلكون بعض المنواطنين مثل سيدنا الكرمة بن أبيجال وعندما كان المسلمين في مكة سيدنا الكرمة بن أبيجال كانت أمام المنواطنين من هذا المجلسين الذين اعتقدوا سيدنا خالد بن روانت وعندما كانت أمام المنواطنين كانوا يقتربوا في مكان أوامال خندما وقد قلت بإشارة للخندما وأنتمنى أن تعرفكم إن شاء الله وكارين وقابلوا فقد قاموا بالخندما وعندما كان الوحيد موجودا لأنه إذا قلت الاعتراض بعد وجه هم интересه لا يحاول السلام وبدأشد قلت عادي مصولين وبدأت تغلقهم وتنجيلهم ولكن مجموعة لأن يشبه الحمد لله أكثر من الله سبحانه وتعالى نفسه محمد محمد صلى الله عليه وسلم بالترجم فإذا يجب أن يذهب إلى المصر والسلام على المصر على المصر والأخير أريد أن يريد أن يكون البروث ويسأل هذا المصر على المصر ويأتي بالأخير ويسأل هذا ما حدث في المصر ويحصل إلى سيدنا وكلمت بني ابن عجان أيضاً واحدة من المساعدة التي نتحرك من هذا هو التطبيق المساعدة الإسلامية لذا هي أم حكيم بالطبع هي عزيزة وعندما أخذها أخذ عزيزة سيدنا عكريمة ابن أبي جه وعندما أخذ عزيزة سيدنا عكريمة أبناء يجب أن تكون عزيزة سيدنا عكريمة إبناء وعندما يتحدث عزيزة سيدنا عكريمة أبناء وعندما أخذ إسلام وعندما نفهم أن سيدنا عكريمة إبناء عكريمة أبناء وعندما أخذ عزيزة سيدنا عكريمة إبناء أبي صحيح وعندما نفهم أن كثيراً وعندما أعزوا الناس وعندما أفعلهم يجب أن يكونوا بطبيقاته وعندما أعطيهم وعندما أعطيهم يجب أن يحصل على أساسي لهم وعطيهم جيدة وعطيهم جيدة وعطيهم جيدة وعطيهم جيدة أن يكونوا بإسلام ومع ذلك ثم ابن خطر هذا هو قتل البيت محمد صلى الله عليه وسلم يدعى أن الناس الأشياء من هؤلاء الأشياء كانت مقاومة حتى لو كانوا يحاولون المساعدة في الكعبة وإنما لو كانوا يذهبون من المساعدة الكعبة لذلك إبن خطر فعل ذلك فعل ذلك. فلقى وقضى المساعدة الكعبة ولكن أحد أمام المساعدة بين المساعدة وفعل البيت بأن إبن خطر كان هناك لذلك يخبره أن البيت محمد صلى الله عليه وسلم يخبره لذلك كان يخبره لذلك كان يخبره ثم أخر يخبره هو مقياس بن شبابا ومقياس بن شبابا كان يخبره أنه كان مسلم وكان يذهب إلى المدينة ثم يخبره أحد من الأنصار في المدينة ثم يذهب إلى مكة ثم يخبره ثم يخبره ثم يخبره سيدنا مميلا ابن عبد الله يخبره ثم يخبره ثم يخبره لذلك لا يخبره من المساعدة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا كثير من الناس ومن المساعدة ومن المساعدة رفت محمد بالطبع لقد كنت دعوا التصوير من أي مستشفى وقد أحضرهم مستشفى المشبهة على أي مكة المسلمين وقد كنت أغير معه وما بعد ذلك لكنه بأخذ نوع من المسلمين وقد أخبرت أنه لم يمسلم وقد ذهبت إلى مكة ستكون هذه المتحركت بتحسن من رفت محمد أخرى من الأشخاص المؤمنين من المؤمنين يقومونه وفعله فقط يذهب إلى المسلمين وقولوا نحن المسلمين ثم الثالث يقتل بعض المسلمين ثم يذهب إلى مكان أخرى وأن يعتقد أنهم ستعذون حسنًا أيضًا الحارس ابن نفيل ابن واهب كان يقتل أيضًا بسعيد علي بنحني طالب وكان يعتقد أن يقتل بعض المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم وكان يعتقد أن يقتل بعض المسلمين لذلك كان يقتل أيضًا ثم حبار ابن الأسود حبار ابن الأسود كان يقتل بعض المسلمين بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يوجد إنه أولاً من تلك نوعين ولكن من كان يقتل حبار ابن الأسود؟ كان يقتل بعض المسلمين السيدة زينب رضي الله عنها سيدة زينب رضي الله عنها عندما كانت فيها من طريق هجرة من مكة إلى المدين وكان يقتل حبار ابن الأسود لذلك كان يقتل بعض المسلمين وكان يقتل بعض المسلمين وكان يقتل بعض المسلمين ومن ثم وكان يقتل بعض المسلمين إذا أعلم أنه كان لفتماعي بمدار المسلم وقمت بمدارة صلحة كانت تأمين محمد صلحة وإن قررته إجانبه وإن قررته بعد محمد صلحة وأنه أعني أصبحته منه أmis猛 سواجه محمد صلحة سواجه ص guarding لذلك كان خاصة للموت عمد أصبح سيدة زيني بمحمد صلحة ومن وليست نفسه أيضاً نفهم بأن البيت محمد صلى الله عليه وسلم ومن تقم لنفسه قط صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة قال هذا عن البيت محمد صلى الله عليه وسلم هو لا يصبح محمد أو محمد هو لا يصبح محمد لذلك عندما يصبح محمد الحارس عندما يحاول أن يكون مسلم وذهب إلى مدينة ثم يقتل من أعضاء الأنصار ورحمة الله الله وسلم يقوله أنه يجب أنه يجب وقت وقد كانت محمد ولكن الحبار بن أسود في حالة محمد صلى الله عليه وسلم وققعدتها وقت طفال البيت هذا الشخص كان يصبح محمد لأنه لقلت محمد وقلت مجدد إلى منذ السبب الذين يحاولون أن يجب أن تهيبه بالخصوص ولكنه لم يستطع هذا المثال إذا كانت تحدث عن أي مخصوص ثم ثم هؤلاء الثلاثة الثلاثة الذين كانوا مثل الثلاثة الثلاثة كانوا من إبن خطر وإبن خطر يسألهم أن يقولون أن تقرأة وتقرأة والإبن خطر إبن خطر إبن خطر وإبن خطر أحد من المسلمين تسألهم أن تقرأة محمد لإبن خطره وإبن خطره وإبن خطره وإبن خطره وإبن خطره لذلك لم تقرأة ثم سارة 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 تقرأت ومن هذه التواصل من المسلمين الذي كانوا أصدرون أفضل من المسلمين فقط 4 منهم هم محكوطة وفعينوا محكوطة هذا يظهر مع مصراتاً كم تلك المسلمين وفعاً من المسلمين وفعاً قد تحول مؤقتين من الصلاة عليه السلام. ثم يوجد اخر يوجد احد اول تقرير والأطلاق والأطلاق للقراش. كان سيدنا صفوال بن عميه لأنه قد اصبت اسلام بضع. سيدنا صفوال بن عميه كانت صفوال بن عميه وكان لم يقلق على الجزء من صفوال بن عميه فقد أخذ منه لأنه رأيت أن النبي ستقتله لأنه تعرف عنه نفسه وماذا كان يفعله قبل الإسلامية. لذلك فقد أخذ منه. سيدنا عميق ابن واب الجمحي يتعالى البيت محمد صلى الله عليه وسلم أن يتعالى على المساعدة التي أردتها لصفوان بن عميق. لذلك فقد أخذ هذا. والذي فقد أخذ منه. فقد أخذ عميق ابن واب الجمحي سيدنا عميق ابن واب الجمحي السيد الذي كان يفعله عندما أدخل مكة لذلك فقد أخذ سيدنا عميق ابن واب الجمحي لتأخذه معه كثير منه ويأخذها لصفار بن عميق لذلك سفار بن عميق سيكون يمكن أن تؤمن أن تقرأة المساعدة التي كانت تقرأة لبنى لأنه لن يؤمن أنه قد لا تؤمن هذا لأنه من المشكلات التي تقرأت لسلام ومسلم ومسلمات السلام لذلك السيد عميق ابن واب الجمحي سيدنا عميق ابن واب الجمحي لتأخذها لصفار بن عميق لأنه يكون متأخذ وأنه يأخذ لن أخرج إلى مكة وكذلك هذا يظهر وكذلك 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 كذلك وكذلك 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 يقول وكذلك 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 محمد صلى الله عليه وسلم وقاله إسلامه ثم أيضًا كانت أيضًا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يحاول أن تقتل محمد صلى الله عليه وسلم وقاله هو فضالة ابن هميك وكل هذه أشياء أيضًا أشياء قامت بعد مكة أو أبداً في الأولى بعد مكة هذا المنى فضالة ابن هميك أصبح محمد صلى الله عليه وسلم ولكن أولاً أحاول أن يقتل المرحب 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 وقال أن يحاول أن يحاول الإسلام وقال أن يحاول أن يجعل تواف مع المرحب 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 حوالي في المرحب المرحب فضالة ابن هميك وقال أن يحاول كتواف معه سلالة ابن هميك وقال أن يحاول أيضًا معه أو أفضل وقال أن يحاول لأنه حلوه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كان يجب أن يقوم بقاء دعاء في توافه فهو يجب أن يقتل المحامد محمد صلى الله عليه وسلم ويجب أن يقتل فيه في حياته محامد صلى الله عليه وسلم كان كبيرا وكذلك كان يجب أن يفعله أنه يجب أن يجب أن يفعله بأنه ستقتل من كل المسلمين لأنه كثير من المسلمين أيضاً ويجب أن يجب أن يفعله في توافه فهو يجب أن يكون هذا المسلمين ويجب أن يكون يقلقاً ولكن المسلمين الذي يجب أن يكون يقلقاً لأنه ستقتل المحامد صلى الله عليه وسلم وكذلك ستقتل أمر يجب أن يفعله المسلمين أمين لذلك هذا هو الهدف من شخص الذي يعرفه أنه ستقتل وقته بعد تقوم بشكل صحيح بعد تقتل من الروفة وأنه لا تقتل. سبحان الله. لكن الروفة محمد صلى الله عليه وسلم كانت تقتل من الوحف عن فضالة ابن همين. في ذلك في الوحف محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وأنه تقوم بسهره وأنه كان أفعجه للفضالة لمساعد الله للمساعدة أيضا. فضل بن عميد كان يقفل هذا المنزل وقفته وقفته في الله سبحانه وتعالى وفق الله وفق الله وفق الله وفق الله وفق الله وفق الله لأنه لا أحد أعلم عنه لأنه لم يتحدث أحد أحده عنه لذا فعلاً أنه يجب أن المحظم بأن المحظمت بأي محظمت كمحظم المحظمت هذا القرن من المحظمت المحظمت محظمت هذا الشخص الذي كان يحظم الهيبوث يحظم المحظمات وفقل ذلك لذلك كان لذلك كبيراً إبقاءً لأن الإسلام أحياناً كان يحاول إبقاء محمد ولكن عندما أحياناً 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 فهذا كان هذا التواصل لفضالة إبن عميه من أن يكون إبقاءً إلى أن يكون أحد أحياناً أحياناً من النبي صلى الله عليه وسلم ثم البيت محمد صلى الله عليه وسلم كان محمد الصحيح في المعام الصحيح أعلق دعاء لأن هذا كانت حيات محمد صلى الله عليه وسلم كانت أحياناً أحياناً وكانت تتعلم إلى الله سبحانه وتعالى لذلك ليس فقط عندما لم يكن لديه قد كبيراً وليس فقط عندما لم يكن لديه قد كبيراً يجعل دعاء ولكن أيضاً بعد المنزل من مكة وعندما يجعل دعاء لذلك كان يجب أن يجعل دعاء في الصحر محمد صلى الله عليه وسلم الأنصار بدأت تتحدث مع بعض الأنصار وكانوا تقريباً إلى المنزل أعني أنهم كانوا تقريباً إلى المنزل صلى الله عليه وسلم لذلك بدأت تتحدث وقفواً إلى المنزل أعتقد أنه قد كبيراً بعد أن الله لديه قد محمد صلى الله عليه وسلم على قد محمد صلى الله عليه وسلم على قد محمد صلى الله عليه وسلم سيكون لم يكن يعرفوا ما قالوا ما قالوا لهم لأنه كان قد مستعد وقت النجاة لكن بعد قد تدعاء الربيل صلى الله عليه وسلم ضعهم ماذا قلت ما قالوا يا تعالى؟ يصبحوا جداً لأخذ المنزل من المنزل منذ فتلك مع المنزل كيف أقول لا 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 نحن لم نقل ذلك، لذلك يعني أنهم لم يستطيع أن أخبره شيئا مثل هذا إنه ليس جيدًا مرحبًا أن أخبره شيئاً أخبره شيئًا مثل هذا خاصة بالطبع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن أسألهم ما قالوا لهم؟ ما روحوا القدرة عنهم؟ لذلك، ما روحوا عنهم؟ فلسألهم كانوا معذلهم معاذا الله المحيا محياكم والمماتكم معاذا الله المحيا محيالكم والممات مماتكم I seek refuge in Allah from doing so I will live with you and die with you I will continue living in Medina and I will continue living in Medina until I die with you in Medina and subhanallah we learn from this of course the خلق الوفاء again the you know to be faithful to somebody who was good to you and kept giving you you know good treatment or something like this so of course the person was so faithful to them to the helpers though if you remember on the day when the Prophet Muhammad was driven away from Mecca he was weeping and he was addressing Mecca and he said to Mecca والله إني لأعلم أنك أحب بلاد الله إلا الله وأحب بلاد الله إلاه ولولا أن قوم مكي أخرجوني منك ما خرجت وأحب بلاد الله إلاه ولولا أنك ما خرجت I was speaking was addressing Mecca because this was his homeland and he was so much attached to Mecca and love for Mecca was so great in his heart صلى الله عليه وسلم وعندما كان يذهب إلى مكة ضمنه ايضاً إلى مدينة لأنه كان يجب أن يفعل هذا من القفاة من المساعدة المقبضين من مكة فقال مكة يا مكة بأي الله أعلم أنك هي المدينة الأولى لله وأنك هي المدينة الأولى لله وأنك لا يساعدني منك سيكون لديك لن يجد منك لن يخرج منك وعندما هذا ونحاول مكة بعد مكة عشر سنوات على النقرصة من مكة صلى الله عليه وسلم آلائكم السلام عليكم كاته كان مجرد مرة لتجدد في مكة لا يوم بالحياة عبر المكة ولكن لتجد في مكة كما تعلم أنه كما أرادة المكة كما أنه يخبر مكة صلى الله عليه وسلم. Like the ruler of Mecca. If you like to say that the king, he was not a king صلى الله عليه وسلم. He was a prophet صلى الله عليه وسلم. And he was the leader of Muslims. So he was given this by Allah سبحانه وتعالى. And of course definitely the same love for Mecca was still in his heart. But he was loyal also to his new place and to the new people that he came to know in the new place which was Al-Madinah. and he was very faithful to them, especially to Al-Ansa. And he didn't like to let them down by just leaving them and staying in his home, you know, in native city and homeland and leaving them. So, and SubhanAllah also may take lessons from this as well. Yeah, so people who come from different places to another place and then they start having good relations in this new place, then also they have to have a great faithfulness and loyalty to that new place. Because Al-Hamdulillah Allah has made this place a reason for them to work, for example, to learn, to do many good deeds. They have met so many good people at this new place. so they have to be loyal to these new places where they have to consider it as their own homeland and as their own place of birth as well. And so we learn this also from the Prophet, Muhammad SAW, you know, faithfulness, you know, if somebody did me a faithful example, then I have to continue being faithful to him, even when I am no longer in need of him. because Prophet Muhammad SAW needed the help and support of Al-Ansar. But after the conquest of Mecca, he was no longer in need of their help. But still he was, he continued being faithful to them because unfortunately nowadays sometimes some people, they keep, you know, trying to have a good relationship with somebody when they are in need of him. And then when this need is fulfilled, they say, oh, no, why should I call him now, you know, continue the, you know, the communication with him. I don't need him now. Forget about him now. Let's see that other person because I isn't the one that I need him now. No, this was not the character of our brother Prophet Muhammad SAW, and this must not be the character of any Muslim as well. Then immediately after the great conquest of Mecca, the dwellers of Mecca after they were given forgiveness by Prophet Muhammad SAW, they started to realize that their real success and happiness is in the acceptance of Islam. So they started giving the Prophet Muhammad SAW, they started embracing Islam in big numbers and giving the Prophet Muhammad SAW, or the pledge of obedience and allegiance, that they were going to, you know, to practice Islam and they were going to obey the Prophet Muhammad SAW, in all fields that they were able to, you know, to obey. or, I mean, in all things that they can do. So, still Prophet Muhammad SAW was on As-Safa, the Mount As-Safa, and Sayyidina Umar al-Khattab radiallahu anhu was, was belonging. and so people started giving Bay'ah to the Prophet Muhammad SAW, but Sayyidina Umar al-Khattab was communicating them on behalf of the Prophet SAW. So all the men gave the Prophet Muhammad SAW, SAW, their Bay'ah first. I mean, all the men who embraced Islam in this occasion, but they were really like the majority of Mecca. And then, it was the term of the ladies of Mecca to give Bay'ah to the Prophet Muhammad SAW. And Hint bin T'hutbah, wife of Sayyidina Umar al-Khattab, she came in a group of ladies to give Bay'ah to the Prophet Muhammad SAW. But she was disguised. She was wearing something to hide her, her entity, not to be known to the Prophet Muhammad SAW, lest the Prophet should punish her for what she did with the dead body of Sayyidina Hamza ibn Adal-Uttalib, radiallahu anhu, abba, the Prophet's ankle, the mutilation that he did with his dead body. So the Prophet Muhammad SAW, started to tell them, you know, the conditions of accepting their Bible. The first thing, أَلَّا تُشْرِقْنَا بِاللَّهِ شَيْئًا That you don't associate any problem with Allah, subhanahu wa ta'ala. So they immediately agreed. Then the Prophet Muhammad SAW said, وَلَا تَسْرِقْنَا That you don't commit theft. So hint, bint Uttba. She said, إن أَنَا سُفْيَان رَجْلٌ شَحِيح فَإِنْ أَنَا أَصَبْتُ مِنْ مَالِهِ هَنَّاتِ Oh, Abu Sufyan is a miser. So if I take from his money without his knowledge, Am I allowed to do so to spend on the family? So Abu Sufyan replied. He said, وَلَا أَصَبْتِ مِنْ مَالِي فَهُوَ لَكِ حَلًا Whatever you take from my money, then it is lawful for me. So the Prophet Muhammad SAW started to laugh because he came to know that she was hint, bint Uttba. Because she was disguised. But then she couldn't control herself. And she started speaking, I mentioned the name of her husband. So everybody came to know that she was hint, bint Uttba. and also Abu Sufyan replied to her. So the Prophet Muhammad SAW asked her, وَإِنَّكِ لَهِدْ I saw you are hint. She said, نَعَمْ فَعْثُ عَمَّا سَلَفَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَفَ الطَّابُ عَلْكِ Yes, I am hint. So forgive what I have done before. O Messenger of Allah, may Allah forgive you. So the Prophet forgive her. صلى الله عليه وسلم. Then he said, وَلَا يَزْمِينَ that they should also not commit any fornication or adultery. So hint bint Uttba said, أَوَا تَزْمِي بْحُرْبَ is a free woman, the one who may commit adultery, fornication. So she denounced committing fornication. Then the Prophet said, وَلَا يَخْطُلْنَ أَوْلَادَهُمْ He was telling Sayyidina Omar, you know, you tell them that they give bay'ah on, you know, the condition that they don't kill their own sons or daughters. So Hint said, رَبَّيْنَاهُمْ سِرَّارًا وَقَتَلْقِيهُمْ كِبَارًا فَأَنتُمْ وَهُمْ نَعَلًا She said to the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam, we raised them when they were young. And then when they grew up, you killed them in some of the battles. So you and them know best about this. So she was just because she was a very, you know, brave lady. So, because her son Hanzala ibn Abi Sufyan was killed in battle. So she told the Prophet, when he told don't kill your children, she told, we raised them when they were young. And then when they grew up, you killed them. So Sayyidina Omar ibn Khattar laughed. And he, you know, laughed some, you know, a big laugh, to think that he fell to his parents. And Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam just smiled. Just smiled. Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Then the Prophet said, وَلَا يَأْتِينَ بِبُغْتَانٍ يَفْتَلِينَهُ بَيْنَ أَيْدِهِنَّ وَأَجُّنِهِنَّ which means that also they must not utter any slander or forge any falsehood. Because some men or some ladies, you know, sometimes they like to forge lies just to say something that they are not sure about. so this was one part of the, you know, the elements of the Bay'ah of Al-Nisa. So Hind ibn Turba also said, وَاللَّهِ إِنَّ الْبُغْتَانَ لَأَمُنُ قَبِيحِ وَمَا تَأْمُوْنَا إِلَّا بِبُشْءِ وَمَكَارِ مِنْ أَخْلَاتٍ By Allah, slandering and forging, you know, forging falsehood is something very bad. and you only command us to do things which represent good morals and, you know, and doing drugs. And then وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ and that they must not disobey you, must not disobey the Prophet, so long as he is commanding them to do something good. وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ So again, Hind said وَاللَّهِ نَا جَلِسْنَا مَجْلِسَنَا هَذَا وَفِي أَنْفُسِنَا أَنْ نَعْصِيحِ By Allah, had we had any intention to disobey you, we would not have come to you asking you for giving back, to give back to you. Then it is narrated that when she went back, when Hind and Taubba went back to her home, she started destroying, and knocking down her son, her idol, and saying, كُنَّا مِنكَ فِي غُوُوُّ we were in delusion over you. So we will stop here inshallah, but it's time for that inshallah, and we will continue next Tuesday inshallah. اللهم لك الحمد كما ينبغي لي جلال وجلك وعظيم سلطانك. اللهم صلِّ على سنِّيها الحمد في الآخرين والأولين وفي النَّلَم الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا واجعل تفرقًا من بعده تفرقًا معصومًا. ولا تجعل فينا ولا بلنا ولا حولنا شكيًا ولا محومًا. اللهم نسكنك الجنة وما قرب إليها من قومٍ وعمل. ونعود بك من النار وما قرب إليها من قومٍ وعمل. اللهم نسكنك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم نسكنك شكاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم نسكنك بالخير ما تعلم ونعود بك من شر ما تعلم. ونستغفرك لما تعلم إنك تعلم ولا نعلم وأن تعلم القلوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنًا وفي الآخرة حسنًا وعطينا عذاب النار. ربنا افرنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا. وثبت أقدامنا ونصودنا على القوم الكافرين. وبعض فردي ولوالديك وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أبلنا من أزواجنا وذوياتنا قوة أعمى. واجعلنا لمبتقين إماما عندهم. وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانه الله وبحمدك. أشعر أن لا الله إلا أن أستغفره وأدوه إليه. وجزاكم برقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَنَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا